أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 ملياراً و 400 مليون جنيه إلى 529 ملياراً و 700 مليون جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموكة التضخمية العالمية يتذلك بما يمكن الدولة من التوصع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة دائماً ما ينحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الفئات الأولى بالرعاية والأقفر احتياجاً في جميع ربوع الوطن على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة بتوجيهات رئاسية سيتم رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية كذلك سيتم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.41% مقارنة بتسعين مليار للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي إضافة إلى ذلك أمر الرئيس السيسي بتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وستة مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة تصل نسبتها إلى 58.2% عن العام المالي الحالي وفيما يخص قطاع الإسكان أمر الرئيس بتخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي أما فيما يخص المعاشات سيتم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاشي الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25% فضل على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3% كذلك تستمر جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستقماد المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصرية كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الاقتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج ترجمة نانسي قنقر